اهلا وسهلا دكتور خالد عبيدات جراح الفم والاسنان ساحبين العصب بس بضل مرات فيه ألم فمنحب نعرف منك ليه بيكون بصير ألم ما احنا نفكر خلاص قاموا العصب وراح الوجع هلا احنا بشكل عام لما اناعمل اعاد علاج عصب كبداية السن بصير فيه تسوس بيوصل لمنطقة البلب أو منطقة لب السن فبهاي الحالة احنا بصير بدنا نعمل علاج عصب علاج عصب السن احنا بنسحب عصب السن من تحت من داخل السن فبنقطعه من عند نهاية الجذر نحن ما بقدر نشتغل بعد نهاية الجذر تمام فبصير عندي زي جرح تحت السن مجرد زي أي جرح بالإيد جرح برجل مجرد ما تضغط عليه بصير فيه ألم هذا الألم بيعد من سبعة لعشر أيام من ثلاثة لعشر أيام هلا هذا بنسميه ألم الالتقام ألم التقام الجرح مش ألم الالتهاب اللي هو الألم الطبيعي الملكي عنه يكون عم بشفى هلا دكتور هما بحطوا أشياء هيك زي بغزوا زي وتاب هلا هاي الأبر اللي بنشتغل فيها هاي الأبر نفسها هاي هل نفتاع البلب بنشوف الكنالز كم كنالز هلا يختلف عدد الكنالز حسب عدد الأسنن حسب السن يعني عند الأسنان الأمامية هي واحد كنال الأسنان اللي خليح كي هؤلاء الفورو والفايف بيجوا منولة تو كنالز وبعد مصر عندي من ثلاثة إلى خمسة ثلاثة وفي خمسة مرات؟ في أحيانا ست تكون في سكس كنالز هل الأخطبوط يعني السن مشرش؟ بزبط خلق كل جدر ممكن يكون فيه تو كنالز يعني ممكن السنة يكون أربع جدور لكن في سكس كنالز هذا بس تفتح أنت بشوفه طيب شو بنعمل هلا إحنا لمنسحب في الأبر تعاون علاج ساحبات العصب بنسميهم بدخل بندخل فيهم من هون لحد ما ننظف الجدر بنصير ناكل من طرف الجدر نفسه من داخله عشان نعقم المنطقة تمام؟ بنشيل التشو الانفكتد تشو الالتشو اللي فيه الالتهاب أصلاً أو البكتيريا تمام؟ نحشى علاج العصب في مادة سماجاتا بيركا هي مادة تشو العصب طيب دكتور قلت أن تشيل منطقة الملتهبة بقيتك يعني يبين معكم لا ننشي على عصب العصب كامل تمام؟ نسحب عصب العصب العصب كامل لكن من تحت العصب لا نستطيع التعدى منطقة الجدر نفسه هل تعرفت عليه؟ عملية السحب تكون في ماذا؟ علامة صورة عصب وخلال جلسة واحدة يعني عن طريق الصن سليمة ناسحن أسنان نفتح ونستنى هناك أسنان نفتح ونستنى حسب السن نفسه وحسب ما يضع اليوم الحلقة تبعتنا عن شيء نسميه إعادة علاج العصب لماذا السن لما أسحب عصب وأنا بظل يوجعني أول سبب حكينا أنه نسحب عصب من تحت السن فبالتالي هذا ألم الالتئام وليس ألم الالتهاب تمام هذا هو الوضع الوضع الثاني يمكن السن خلال أول فترة عادي كالسن نفسه اختلف أنت سحبت عصب وصار في عليها شغل ممكن يكون ألم عضلات يؤثر على نفس المكان اللثة نفسها فبالتالي نحن نسحب عصب السن لكن نحن تشهل محيط فيها أو الأنسج المحيط فيها لا يصيبها فهي تظل مؤلمة ما صابها تألم تمام فهلأ نحن دخلنا على بمدأ أن السن تعالج عصبه تمام صار في تحت خراج لمرة ثانية مثلا فهون يصير عند الألم الألم ما بيكون من السن الألم بيكون من الخراج اللي صار تحت السن لأنه صار في التهاب بالأنسج الرخوة المحيطة في هذا السن هذا هيك ممكن نشير الانتياب حتى لو مسحوب عصبه لسه اللي حواليه فيه أعصاب طبعا ما بيختلف علينا شيء من ناحية الأنسج اللي حوالينا السن أوكي طعا حلو نح أوكي إذن هاي سببين هلأ نحن نحيك كمان في عنا الأسباب اللي بصير في بعديها إعتراج العصب نحن القناة نفسها قناة العصب نفسها اللي هي هاي زي هذا السن مثلاً ثلاث قنوات تمام الخراج بصير عندي بهذا الشكل زي الدوارة الحمرة اللي هون تمام شو اللثة تحت بين اللثة بتحت السن في جو العظم فالخراج نفسه أصلاً زي العث بظل يأكل بالعظم عشان هيك أحياناً بيفتح بصير لما يفتح السن وصير عشان ينفس مكان الخراج تبع يطلع من اللثة نفسه بكون إحنا أكلنا تعدينها عظم وتعدينها لثة فصار عندي الموضوع كثير موذي أكلتشه كثير لحد ما طلع لبرة بأس أكلتشكي لحال ما يطلع لبرة في المروعب طيب هاي هاي أحد الفوينس اللي بنا نتحدث عنها صارت تحته خراج الخراج هو المؤلم مش السن نفسه أوكي هلأ قناة العصب نحشيها بشي بنسميه القتيبيركة مادة بتميّن عنها لونها أبيض على الأشعة تمام هاي الأخطاء اللي بتصير إنه ممكن ما ينسهب عصب السن كامل فإحنا بنا نقول أنه الكنال نفسه مثل المستنقع يتبعون بكتيريا إذا لم تنحشت بشكل ممتاز ويصبح الهسيل بالنسبة 100% سوف يرجع للسن ويوجع لأنه يتبع لدي بكتيريا هل تعتمد على ماذا؟ هل تعتمد على شطار الدكتور أو على التقنيات؟ أعتمد على أكثر من الشغلة أعتمد على تقنيات، أعتمد على شطار الدكتور أعتمد على اقتصاص الدكتور نفسه أعتمد على كمية الخبرة الموجودة في علاج عصر السن نحن نقول أن أي طبيب أسنان قادر على عمل علاج العصر لكن في أسنان تكون علاج العصر صعب تكون الجذور نفسها كير تحتاج لأخصائي علاج عصر نحن نقول كل دكتور أسنان تتعامل علاج عصر يجب أن يتوفر لديه مؤسسة يجب أن يكون لديه أشعة أشعة يجب أن يكون لديه روتيري يجب أن يكون لديه ميكروسكوب لكي نرى أي شيء يكبره ما يرى الكنال يجب أن يركب شيء أخضر يسمى الربردام الربردام يركب على السن فبصير كل التم عنده معزول ما عدا السن نفسه شايفه أنا اللي هي زي جلدة زرأة زرأة أو خضراء معانا صور هالأمستحض لأنه تعرف كتير مهم الواحد أي شخص بيسمعنا بده يتوجه عن طبيب أسنان العلاج يكون عارف أنه عنده واعي شو لازم يتوفر بحياذ الطبيب الأسنان هذه القطع التي يسمى الربردام هذه الربردام يصير عندي عازلة الفم كامل أي سن يتم معالجة عصبه بدون الربردام فهو قابل أنه يصير فيه بكتيريا مرة أخرى بسبب اللعاب فهي من الأساسيات يعني أي علاج عصب بدون الربردام يعتبر فاشل إذا هذا مؤشر لازم تعرفه أنه يكون موجود أكيد هذا السن هون يحن في عنا السن محل ما هو الأسهم شوف كيف علاج العصب للجذر نفسه مش واصل لنهاية الجذر برضو هذه الصورة هون في عندي بروكن انسترومنت موجودة في السن نفسه فشوف كيف فرق بين بعد علاج العصب كيف يكون المادة البيضة واصل لنهاية الجذر ومسكر كامل عملي سيل كامل هون برضو قبل و بعد هذا السن كان نشلنا عنه حشوة كانت واصل العصب شوف السن بعد علاج العصب كيف تكون المادة واصلة لنهاية الجذر وعملي سيل بشكل مية بمية نفس الشي هون فعننا بروكن انسترومنت في عندي السن تي 3 كنالز بعد علاج العصب يموضح عندي الصورة الي على اليمين مبين عندي انو كيف التريثمنت برضو هون نفس الشي فعندي بروكن انسترومنت اللي هي قطعة العصب نفسها حيانا بتكسر نفسها استخدمت لأكثر من العدد المطلوب فشو الحل هون هون الحل في الهاطين طريقية اما بتنسحاب اذا كانت بالثلث الأول او بالثلث الثاني قادرين ان نسحبها بالثلث الأخير هلا مع المايكروسكوب برضو قادرين ان نسحبها لكن في حال كانت في المنطقة الأخيرة وعاملي عندي قد سيل تنترك وبتضل تحت المراقبة إلى مدة 6 شهور رجعت عمل عندي التهاب بدنا نعمل اشي بسموه اللي هو نفتح على السن من بره من داخل اللثة بنشوف القطع ونشيلها وبنرجع بنسكر هذا الجزء الجراحي من علاج العصب في أسوأ الأحوال كان السن لا يستصلح ساعتها بدنا نخلعه زي ما حكينا الحلقة الماضية انه ما بنخلع سن إلا ما يكون عندي أنا بروسس انه ايش رلجم أعمل بعد خلع هذا السن فإذا أنا عندي بعد حاطب بلان انه بدي أعمل زراعة اخلاص السن خلاص بي نخلعه بعد سحب العصب دكتور حشويب بعد علاج العصب الصحيح وين عمل وتد؟ عساس يعطي دعامة للسن لأننا عشان نوصل لقناة العصب راح ناكل كمية كبيرة من السن زي بهذا الشكل يعني راح ناكل كمية كبيرة من السن يظل عندي حواف أحيانا يظل عندي تولس فقط من السن نفسه لأنه لا وسط العصب إلا السن صار دستركتد أو تحب محطم بشكل كامل عشانك لازم بلاندود طبيب الأسنام طبعا كل ست شهور يعني نحكي دائما نزورونا كل ست شهور تكسبوا حلو لدينا أسئلة سلوم بتقول بطلع لها دم لجنب الطحونة شو السبب؟ نفس الشيء اللي هو حكينا إحنا الخراج اللي ببلش تحت السن انهو التهاب شو بعملو؟ التهاب بطلع بياكو العظم لحد ما يطلع عندي من اللثة تصير هي تشوف النفخ اللي بصير الانتفاخ بكون الخراج أو السست اللي صار الكيس صار كبر صارت عندي خارج من اللثة حلو بشكل عام أي شك أي مثلا شعور خطأ داخل الفم لازم ديرك على الدكتور؟ عادةً هذا الشيء ببلش بلمعة خفيفة كتير بتبلش لمعة اللي هي دليل على تسوص أو مي باردي أو مي سوينة أو كذا بنساها أنا بحاول أتعامل معها كشي طبيعي تمام برد مدى عندي الموضوع بيوصل يعني هون ببلش لمعة خفيفة بيوصل بزيد عندي بياكل من السن بعدين بيوصل عندي لمنطقة العصب نفسه فبصير عندي السن بيحتاج علاج عصب فهو يعني ببلش بشي كتير بسيط حلو كتير بسيط لكن مع الإهمال بيوصل ممكن أخسر السن في اللحظة معينة أي سن بتعالج عصبه نحن نحن دائماً لازم يتلبس يعني عشان ما يكسر لأنه سنه ضعيف فلازم أعطيه دعامي أكبر تتحمل عنه تتحمل عنه اللود والفورس أوكي عنا سؤال دكتور أوكي آه عندك أمال حمارشي بتقول بدأت تسأل عن التهاب اللثة وعلاجها شو المعجون المناسب وتقويم الأسنان عن أي عمر منبلش نعمال التقويم هلأ خنبلش حكينا بحلقات ماضية عن موضوع اللثة والتهاب اللثة التهاب اللثة حكينا ببلش عنها كاساين اللي هو نصف اللثة التهاب اللثة بتراجع دكتورها مشان يعملها تنظيف أسنان أحياناً يحتاج أكثر من جلسة مشان إحنا نوقف هذا الالتهاب تمام السؤال الثاني بالنسبة للتقويم من أي سن بتنصح التقويم هلأ تقويم هو ‫مجرد أن اتأمل طفلك حلق تقويب مناعين عنها مريحة عبر إلى السن البلوغ للطفل بحيث أن تحكم في نمو العظم نفسه تمام؟ لكن أتوقع طللاد كامل العادي بالتقويم اللي متعارف عليه اللي نعرفه بعد خلع آخر سن لبني آه يعني قبل يعني لازل بعد ما جرد ما الطفل خلص جميع الأسنان اللبنية بنتوجه دكتور ما في عمر يعني ما بنحكي لأحيانا عمر 12 اللي الطفل لسه ببدل أيوة عمر السني بختلف تماما عن عمر الطفل نفسه تمام أوكي شكرا إليك دكتور خالد أهلا وسهلا فيك